تعتبر توجيهات جلالة الملك المفدى نبراسا لنماء الوطن وتحقيق الرفاهي للمواطنين من خلال تجاوز كل التحديات والأزمات الطارئة للسير نحو المستقبل بخط ثابتة وتقوم الحكومة الموقرة بقيادة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء بالاسترشاد بتوجيهات عاهل البلاد المفدى وهم اتضح جليا خلال التعاطي مع جائحة كورونا بنجاح ووضع خطة التعافي الاقتصادي تنضي مملكة البحرين بعزيمة أبنائها الأوفياء نحو المستقبل متحدية كل الظروف التي قد تطرأ فالروح الوطنية في السعي إلى نماء الوطن وتحقيق الرفاهي للمواطن هي ليدن توجيهاته وتوجهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لدى لقائه لأبناء البحرين كما أنها الأساس الصلب الذي تسير عليه الحكومة الموقرة برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ونود أن نطمئن الجميع بأن مسيرة بلادنا ماضية نحو المستقبل بكل تفائل وحماس وفخر بما يتحقق من نتائج واعدة تعمل من أجلها حكومتنا الموقرة بسعي حثيث وباحترافية عالية برئاسة صاحب السمو الملك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث تضع خططها في الاعتبار استباقية التعامل مع أي مستجدات أو أزمات طارئة بكل فعالية ومسؤولية من أجل التعافي الاقتصادي المنشوت جاءت كلمة جلالة الملك المفدى في خطابه السابق موضحة للدور الكبير الذي تضلع به الحكومة الموقرة في السير نحو مستقبل مملكة البحرين المشرق بإذن الله وبالرجوع للفترة السابقة ومنذ بداية جائحة كورونا اتضحت فلسفة فريق البحرين بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال التعامل الاحترافي في إدارة الأزمة والتخفيف من وطأتها علاوة على التنظيم والعمل المتناغم بين كافة المؤسسات في مملكة البحرين ما جعل هذه الأيام تشهد على الجهود الحديثة في مواجهة الجائحة من خلال الوصول إلى الحياة الطبيعية وعند عودة الحياة إلى سابق عهدها كما قبل الجائحة جاء سياق خطاب أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مؤكدا أن التعامل الاحترافي لحكومة مملكة البحرين مع كافة المستجدات الآنية كان ممهدا الطريقة لخطة التعافي الاقتصادي هذه الخطة الطموحة التي أعلن عنها في العام الماضي رسمت خارطة واضحة المعالم لما يطمح له جلالة الملك المفدى وثقته وثقة كافة أبناء البحرين بجهود سموي ويل عهد رئيس مجلس الهزراء باعتبار هذه الخطة هي خط سير الحكومة الموقرة وهي الأساس لمستقبل مملكة البحرين في شتى النواحي التي تم طرحها فيها إن المطلع على خطابات جلالة الملك المفدى يستشف التوجهات ورؤاه النيرة تجاه مستقبل مملكة البحرين ويعلم ثقته أيده الله بفريق البحرين بقيادة سموي ولي العهد وبكافة أبناء البحرين المخلصين في واجبهم الوطني لرفعة وطنهم ومواجهة كافة التحديات المستقبلية فاستشراف المستقبل المشرق لا يتم إلا بالجهود الملموسة والعمل المخلصي والمشترك وكما تجاوز فريق البحرين تحدي الجائحة مسترشدا بتوجيهات جلالته أيده الله سوف يستمر الجميع على هذه الخطة خطوة بخطوة لتخطي كل العثارات وبناء المستقبل الجيل الحالي والأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر